قد يكون إصرار جورج قرداحي على موقفه تجاه السعودية أدى إلى تصعيد دول الخليج تجاه لبنان ومطالبة الحكومة اللبنانية بإقالة الوزير عن تيار المرادة حليف سوريا وحزب الله لكن احتمال الاستقالة أو الإقالة غير وارد بحسب قرداحي ولا حتى الاعتذار عن تصريحات سابقة هذا ما قاله في بداية الأزمة أنا الآن جزء من حكومة متكاملة متراصة ولا يمكنني أن أتخذ قرارا لوحدي ولكن مع الحكومة مجتمعة ورغم أنه أنا لست لاهثا وراء منصب وزاري وكل الناس بيعرفوا شيء إلا أنني أضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي حد لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة إذن هي حكومة متكاملة هذا ما قاله قرداح يعني أنه عند استقالته ربما هذا ما يعنيه سيستقيل وزراء حزب الله وحركة أمل ما يعني سقوط حكومة المقات التي ظل المجتمع الدولي ينتظرها لأكثر من عام ولكن بما أن لكل دولة سيادة وتمثيلا دبلوماسيا فهي حر باتخاذ إجراءات تعبر عن موقفها وإحتجاجها مثلا في الرد استدعت كل من السعودية والبحرين والكويت سفراءها من بيروت وطلبت من سفراء لبنان مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة أما الإمارات فمنعت مواطنيها من السفر إلى لبنان واستدعت دبلوماسيها من بيروت وسلمت السفير اللبناني على أراضيها مذكرة احتجاج قطر اكتفت بالتعبير عن استغرابها واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني من دون اتخاذ أي خطوات دبلوماسية تصعيدية الإجراءات الاقتصادية أتت فقط من السعودية التي أوقفت كافة وارداتها من لبنان والتي تقدر بربع مليار دولار في السنة ومعظمها من الخضار والفواكه طبعا الوزير اللبناني أصر على موقفه بعد كل هذه الإجراءات من جهة ثانية كان هناك احتفاء بجورج قرداح من قبل الحوثيين في اليمن احتفوا بتصريحاته ونشروا صوره على بوسترات عملاقة بشوارع صنعاء مكتوب عليها نعم جورج حرب اليمن عبثية وإشارة الهاشتاك نقل عن بعض المراسلين بأنه تم تغيير اسم شارع الرياض التجاري إلى شارع جورج قرداح